هل المعنى اللي أنا ما غيرش؟ اللي أنا ما بحبش؟ عاوزين بقى إيجابة على كل الأسئلة دي يا دكتراني طيب بص يا زينة في الحقيقة ولازم لكل أسرة مصرية وأنا هنا كلامي خلانينا متفقين في البيت على قناة الناس مع زينة بحنا نتكلم عن حاجات لما أنا أتكلم فمعناها الكلام للتنين الزوج والزوجة طبعا تمام؟ ما فيش نوع ياخد من الكلام ده أنا مقصول به أنا هو بص الدكتور قال إيه؟ شفت الدكتور قالت إيه عليك كده بالضبط كده فهو لما أتكلم عن الزوج والزوجة بالنسبة لي من أنتم واحد تمام؟ فقيتوا الكلام موجه لكم زي لما حد بيجيني وبيطلب استشارة العلاج والتأهل النفسي اللي هو الفاملي ثيرابي أو الكابل ثيرابي اللي علاج الزواجي أو العلاج الأسري فلما أتكلم للجميع للتنين فده طول الحلقة لما أجأتكلم فيأخذ الموضوع للتنين مش واحد دون الآخر تمام؟ طيب فإيه زي ما أنت قلتي ليه بيحصل تهكم في العلاقة خطيرة بيوصلني للشك بيوصلني أن أنا غير وثقة بنفسي حاسة أن أنا مهددة حاسة أن في حد بيطردني في هذه العلاقة وابتدي طول الوقت أنفر منها من المسببات الغيرة اللي بتحصل أن الزوجة ما بتكونش وثقة في زوجها تمام؟ مش بس كده كمان هي مش وثقة في نفسها ابتداءا فبالتالي بتحس أن طول الوقت أن في حد بيتربص أو بياخد هذا الزوج منها فده بيخليه يحصل مشاكل أخطر خلينا في دراسة جميلة جدا نتعاملت وحب أقولها في الوقت ده أن هناك ارتباط قوي جدا جدا ما بين بعض تمام؟ وبعض دي كلمة جبيرة قوي مرضى اللي بنسميهم القولون العصبي وما بين الطراب الغيرة يعني كل مريض قولون عصبي هو غيار قولا واحدا إزاي يا دكتور إيه العلاق؟ العلاق اسمها الألق الطراب اللي بنسميه أحنا الطراب القولون العصبي هو الطراب ألق أساسا مش الطراب معدى ولا الطراب جسمي هو مرض نفسي في الأول الطراب نفساني يظهر في شكل الطرابات الجسمية السايكوسوماتيك فده اللي بيخلي معظم الناس اللي بيكون عندهم حالة الغيرة زي ده شوية بتلاقي القولون بعفية شوية بحبتين شوية فده بتخليه طلوقت لأنه هو ده معلومة جديدة ده لسه مشور قريب يعني فالقولون العصبي بيخلي الواحد يبقى عنده أفكار غير حقيقية وتخيلات غير حقيقية عن الآخر مش بس عن الآخر عن الألأ ولذلك احنا لما بنسمي الشك أو الألأ أنا كعلي عبد الراضي بسميه هو سوء استخدام التخيل أنا متخيلة أني جوزي شغال في شغلانة ما فهو أكيد عنده علاقات غير محدودة فأكيد هو بيتعامل مع حد أو أني أنا أسف أن زوجي أصلا ممكن زي الطفل أي حد يقوله بس 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 يروح معاه فهي قول الوقت اسمه تخيلات مرضية غير حقيقة فده بينتج عنها أنه هي عارفة أنه مش حقيقي وعارفة أني لما بعمل هذا المركب من التصورات والتخيلات عن زوجي أو أيا كان فيوصل لمرحلة الشك فيه فده بيخليني أنا مش قاعدة على بعضي متوترة أنا الآن أنا في حالة من الألأ والشك يبدأ القولون شوية يرتفع في مشاكل انتفاق قولون مشاكل عسر هضم مشاكل وخلافه إلى أن نوصل لمرحلة قولون عصبي مزمن طيب سقطي بنفسي بتخليني أنا لو وثق من نفسي هصق في اللي حوالي فالابتدان أنا مش وثق من نفسي فده اللي بيخليني أنا أو حتى الزوج يعني ولكن احنا أرحم بنقول الزوجة لإني لما اتكلمت على الزوجة يبقى الموضوع شائق حابتين بس هي الغيرة عند الاتنين طبيعي بس غيرة الراجل بتبقى أشد قصوة صحيح يعني بتبقى عنف يعني بتبقى قوية جدا صحيح أما غيرة المرأة ممكن تكون غيرة عاطفية حلو وخلينا في الموضوع ده لازم نكون بس محددين ومنصفين غيرة الراجل بتكون مبنية على حقيقة حقيقة بمعنى إيه؟ هو هنا بيغير إني أنا زوجة جميلة فبالتالي لازم يبقى فيه نوع من أنواع اللبس الشرعي اللي نص عليه الإسلام تمام فيه اسلوبها فبالتالي اسلوبها لازم يكون منضبط بالضوابط اللي ضابطها الشرع الإسلامي فبالتالي ده الحتتين طولة بالنسبة له وحاضطهم يعني إيه قدام عين طول الوقت فأي حياة فيهم فيبدأ ينبعه ونبدأ يقول بلاش الجزئية دي بس مش دايما يا دكتور علي يعني مش دايما الراجل بيكون بس كده لا هي ممكن تكون فيه أسباب تانية ممكن يكون القولون ممكن بس غيرة الراجل ممكن يكون عنده أزمة ثقة في نفسه ممكن ممكن يكون هم عنده مشاكل صحيح يمكن تكون هي كويسة قوي فهو خايف عليها قوي صحيح يعني فيه أسباب تانية تخلينا نقول أن الزوج ممكن يكون مخطئ في غيرته أكيد وهنا أقول لك يا زينة بعد حاجة مهمة جدا كلامنا النهاردة عن الغيرة احنا مش ضد الغيرة الحميدة الطبيعية اللي بتحافظ على الأسرة لكن احنا ضد الغيرة اللي بتهدم الغيرة الإيجابية المحمودة دي ما عنديش مشكلة خالص فيها الغيرة الإيجابية اللي محمودة دايما بتعمل بنسميها خوفا من المقالات التانية في حالي